السلام عليكم في درس اليوم سنتعرف على تصريف لفربي تنير في الأزمينة تاليا au présent, au passé composé, au futur et à l'impératif تنير يعني يوم سيكو وهو ينتمي إلى المجموع تاليا لأنه ينتهي بير مثل أخذ والآن سنقوم بتصريف لفربي تنير في الأزمينة والآن سنقوم بتصريف لفربي تنير في الأزمينة يل تنين أو بير إنتهاي يل تنين أو بير أل تنين نو تنون وو تنين يل تنين أو بير أل تنين Je tiens au présent أي أنا أمسكو في الحظ Tu tiens أي أنت تمسكو أو أنت تمسكين Il tiens هو يمسكو أو bien elle tiens هي تمسكو Nous tenons نحن نمسكو Vous tenais أنتم تمسكونا Il tiens هم يمسكونا bien elle tiens هن يمسكنا والآن نمور إلى تصرف le verbe دنير au passé composé أي في الماضي Le verbe دنير في الماضي نصرفه مع موسائد الفيل لorksلم يمكن من خلال ويجاعة الراقة لذي رواء جت توервي Wil أن نصرف حضر يلزئ جتي يلزه يلزا Sí J'ai tenu au passé composé أنا مسكتو في الماضي. Tu as tenu. أنت مسكتا أو أنت مسكتي. Il a tenu. هو مسكا أو bien Elle a tenu. هي مسكت. Nous avons tenu. نحن مسكنا. Vous avez tenu. أنت مسكتم. Ils ont tenu. هم مسكوا أو bien Elle ont tenu. هم مسكنا. والآن سنمر إلى تصريف le verbe tenir au futur. أي في المستقبل. Je tiendrai termine par A-I Tu tiendras termine par A-S Il tiendra termine par A Nous tiendrons termine par O-N-S Vous tiendrez termine par E-Z Il tiendra termine par O-N-T Je tiendrai au futur يعني أنا سأمسكو. مستقبلا سأمسكو. Tu tiendra يعني أنت ستمسكو أو أنت ستمسكينا. Il tiendra. هو سيمسكو. أو Elle tiendra. هي ستمسكو. Nous tiendrons. نحن سنمسكو. Vous tiendrez. أنتم ستمسكونا. Il avec S Il tiendron. هم سيمسكونا. أو Elle avec S tiendron. هن سيمسكنا. والآن نمر إلى تحويل le verbe tenir à l'impératif أي في الأمر. Tiens تنو تني Tiens أمسك أنت أمسك تنو نمسك نحن نمسك تني أنتم أمسكو والآن سنقومو بتحويل أمثلا أو présent أو passé composé et أو futur. Elle tiend une fleur. هي تنو أمسكو ورد تن Elle tiend أو présent هي تنو أمسكو Au passé composé Elle a tenu une fleur. هي أمسكت ورد تن تن هي أمسكت في الماضي أو futur Elle tiendra une fleur. هي ستم سك ورد تن tiendra هي ستم سك مست قبل ورد تن وفي مثال آخر au présent Je tiens mes classeurs en main أنا أمسكو الموجل لد بي دي Je tiens أنا أمسكو في الحاضر Je tiens أنا سأمسكو مستقبلا والآن في هذا المثال حاولوا أن تتعرفوا على الزمن الذي تحولت فيه هذه الجملة L'enfant tiens son téléphone serait contre lui الطفل يمسكو هاتفه مشددا عليه والجواب هو au présent هذه الجملة صرفت في الحاضر شكرا